ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الإكذبية في بداية الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبرى وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها بما يدعم توسيع حجم الاقتصاد ويلبي متطلبات التنمية والاستدامة ويفتح آفاق أشمل من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن وذلك في ضوء ترحيب المجلس بتدشين مركز خدمة العملاء الافتراضي التابع لشؤون الجمارك والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1917 مما يجعلها من أقدم المؤسسات النظامية في مملكة البحرين مشهيدا المجلس بالأدوار الحاوية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مسارة التنمية كما رحب المجلس في السياق ذاته بافتتاح مجمع مراسي كالاريا الذي يمثل نموذجا لمستويات التعاون المتطورة القائمة بين القطاع الخاص بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعدها نوها المجلس بالتفاعل الإيجابي لمختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص مع اليوم الرياضي لمملكة البحرين وما تم تنظيمه من فعاليات عززت تكريس دور رياضة كثقافة عامة مشيدا بالدور الذي طلعت به الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لإقامة فعاليات اليوم الرياضي لمملكة البحرين في جميع محافظات مملكة البحرين بعد ذلك أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك ووجه سمو وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات قبل شهر رمضان المبارك وذلك حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات الشهر الفضيل ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير داعيا المولى عز وجل أن يديما على دولة الكويت الشقيقة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابير الصباح أمير دولة الكويت بعدها قرر المجلس الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء حول الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال المجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والخمسين بعد المئة مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتجريعية حول رد الحكومة على أربع اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مستجدات معرض التمويلات الإسكانية بنسخته الثالثة وتدشين النسخة المحدثة من منصة بيتي التي تضم عشرة آلاف عقار بقيمة إجمالية تزيد عن مليار وسبعة ملايين دينار بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج زيارة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى المملكة المتحدة نتائج المشاركة في الاجتماع الثامن للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج المشاركة في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الفين واربعة وعشرين إعلان مدينة المحرق عضوا في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم الفين واربعة وعشرين تقرير سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارة الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في شهر مارس الفين واربعة وعشرين ترجمة نانسي قنقر